بوزارة الشؤون الاجتماعية في النمسا ترفع ميزانية مساعدة المتعثرين مالياً حتى 244 مليون يورو يمكن الموضوع دو يعني الإحصائية برضو أو العدد الموجود عدد كبير 100 ألف شخص بيعانون من تأخيرات في دفع الإيجار فواتير الكهرباء والتدفئة حتى تم صرف 90 مليون يورو كمساعدات الكلام اللي كنا بنقوله في بداية الحلقة موضوع روسيا والحرب وتأثيره على الشأن الاقتصادي داخل النمسا هل موضوع زي ده ممكن يعمل عملية انعاش الاقتصاد النمساوي أو تخفيف الحم أو العبء الاقتصادي على الأشخاص اللي موجودين في النمسا يعني شوف سيد الكريم مشروع ما يقال عنه فون شريم أو مظلة السكن أو مظلة الشقق يعني مظلة السكن خلينا نسميها بشكل أفضل يعني كترجمة بصراحة تبقى النمسا يعني رغم انه اتفاق واختلاف بالكثير من القضايا يعني تبقى الحضن الدافئ لكل من يسكن فيها بشكل أو بآخر يعني كل من هو متعثر ماليا عنده تأخرات بإيجار السكن عنده تأخر في فواتير كهرباء وغاز وتدفئة وما إلى ذلك متأخرة عليه عنده أي عجز ما اللي بيقدر يدخل على فون شريم على الموقع ويقدم طلب ويقدم الأدلة الموجودة عنده ممكن تحديد يعني مواعيد بصراحة فممكن مساعدته بمبالغ يعني متعددة وتم يعني رفع الميزانية من 24 مليون لمتتين و24 مليون يعني 24 مليون 24 عفوا 24 24 فبالتالي سيد الكريم يعني يساعدوا أكثر من 100 ألف شخص يعني من تأخر إيجارات وهدير كهرباء والتدفئة تم صرف 90 مليون يورو كمساعدات وقد تم زيادة الميزانية بشكل تدريجي فبالتالي سيد الكريم يعني فبالتالي يعني يوهان سراخ بيقول عبر عن رضا مشير لأنه يساعد بشكل ملموس ويعمل برنامج تعاون عن منظمات شركة مثل فولكس هلفة وكريتاس اللي تقدم خدمات للأفراد ذوي الدخل المنخفض فبالتالي أي أحد عنده أي عجز مالي أي يتأخر بأي شيء عنده تصفية سنوية عن فواتير الكهرباء صراحة بقدر يستفاد من هذا البرنامج لحل مشكلته المؤقتة فبصراحة هذا من الأمور الإيجابية لوزارة الشؤون الاجتماعية اللي بيشرف عليها حزب الخضر